أرادت روسيا لأوكرانيا الحياد فأخافت الحيادين في أوروبا وفتحت أبوابهم أمام حلف الناتو تداعيات الحرب الأوكرانية أو ربما حرب روسيا والغرب بتعبير أدق دفعت فنلندا التي التزمت الحيادة العسكرية منذ هزمتها في الحرب العالمية الثانية دفعتها إلى التفكير بالانضمام للناتو الدولة الجارة صاحبة أطول حدود برية مع روسيا حيث تصل إلى 1300 كيلومتر تقول إن رغبتها بالانضمام للناتو لا تستهدف أحدا ولا تريد منها إلا تعزيز أمنها انضمامنا للناتو لا يستهدف أي جهة نحن نريد رفع مستوى الأمن لدينا إلى أعلى قدر ممكن لو سألتني كيف ترى روسيا احتمالية انضمامنا للناتو فأقول لهم إنه إذا حصل ودخلنا الحلف فاعلموا أنكم أنتم السبب فنلندا عضوة في الاتحاد الأوروبي منذ العام 1995 لكنها خارج الناتو حفاظا على سياسة الحياد تجنبا لنقمة جار خسرت عشرة بالمئة من أرضها له بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية لم يعد الحياد درعا بل نقطة ضعف هكذا ترى هيلسينكي ولمنع خسارة أرض جديدة لصالح موسكو التي تلوح بحرب عالمية جديدة تريد فنلندا أن تكون العضو الحادي والثلاثين في حلف الناتو أوروبا والناتو يرحبان بشدة بالعضو الجديد المحتمل ويفتحان الباب أمام آخرين أبرزهم السويد ويعدان بتسهيل وتسريع إجراءات قبول الأعضاء الجدد على الضفة المقابلة يقول الكريملين إن خطوة فنلندا تهدد أمن روسيا لأنها تعني توسع الناتو على حدودها شرق أوروبا ولكن ماذا يمكن أن تفعل إذا كانت حربها في أوكرانيا التي اشتعلت لذات السبب لم تنتهي بعد أجرى الاتحاد الأوروبي جولة محادثات جديدة مع اليابان في ظل تدعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ووسط مخاوف متزايدة في آسيا حيال الطموحات العسكرية الصينية رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يزوراني توكيو في إطار جولة مفاوضة سنوية بين الاتحاد الأوروبي واليابان المسؤولاني الأوروبيان التقيى رئيس المزراء الياباني فوميو كيشيدا واناقش معه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تهدد تدعيتها العالم بأسره من وجهة نظر توكيو غزو روسيا لأوكرانيا لا يعني أوروبا فقط بل يهز قلب النظام العالمي بما في ذلك آسيا ولا يمكن التغاضي عنه أبدا رئيسة المفاوضية الأوروبية قالت أن الاتحاد الأوروبي واليابان يعززان تعاونهما والأسيما مع إطلاق شركة رقمية يتركز عملها على تعزيز تنافسية والأمن في هذا المجال اليابان جزء من المجموعة الأساسية للدول التي فرضت عقوبات صارمة على روسيا مثل الاتحاد الأوروبي تدرك اليابان ما هو على المحك ليس فقط مستقبل أوكرانيا وليس فقط مستقبل أوروبا ولكن مستقبل النظام العالمي القائم على القواعد وهذا ما يدفع إلى تقوية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي واليابان تحالف الصين مع روسيا هو القلق المشترك بين أوروبا واليابان لكنه ربما يكون العامل الذي سيعزز العلاقات بينهما اليابان انضمت إلى تحالف الغربي ضد روسيا وفرضت مؤخرا عقوبات شملت 141 شخصا من روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانس الشعبيتين كذلك قررت اليابان شهر الماضي تجميد أصول 28 كيانا روسيا و398 شخصية روسية بمن فيهم ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر